بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي الطلاب إن شاء الله نبتدي مع بعض الجزء الرابع من الفصل الثالث لمكرر هندسة البرمجيات في الجزء لها جماعة نتكلم عن موضوع اسمه الاكستريم برو جرامنج مقصود بكلمة اكستريم برو جرامنج يا جماعة معناها البرمجة الزيادة او المتزايدة الكتير قوي بمعنى ايه بمعنى خلي بالك بقى بنقول إن في طريق أجيل بيحصل فيرجان أول فيرجان ثاني فيرجان ثاني مش كده طب ما ده دمع بيتطلب مرحلة كتير جدا من البرمجة يعني ايه يعني عشان اطلع الفرجان الأولين لازم ايه اشتغل كود الببرمج يشتغل كود يكتب اكواد فعشان كده بيتطر يكتب كود عشان اطلع الفرجان الأولين طيب طلعت الفرجان رقم اثنين يبقى في كود ثاني هيكتب في كود ثالث رابع خامس إذن عملية البرمجة بتبقى كتيرا فإذا أحد طرق التطبيقات أجيل مسود هي البرمجة المتزايدة معايا يا جماعة فعشان كده بنقول بقى إيه The best known and most widely used أجيل مسود يعني هي دي أحد الطرق المتابعة عشان تطور أجيل ناك انت دايما في برمجة مستمرة برمجة مستمرة معايا جماعة جميل طيب خليوا بالكو بقى في الاكسترين بروجرامنج احنا قلنا بنطلع versions تشوف بقى تخيل كده بقولك ده انت ممكن تطرع تطلع ايه versions ها كذا مرة في اليوم الواحد تصدق دي اه إذن الشركة وهي بتطور ممكن ايه ها تطلع كذا version جديد ها فين في اليوم الواحد وممكن تعدلات تتم على versions مثلا على سبيل المثال كل مثلا اسبوعين او ثلاثة معايا اه وكل version بيطلع يا جماعة كمان عايز اختبار لوحده عشان نشوف اذا كان accepted ولا نا معايا جماعة تمام نقول مع بعض ان new versions may be built several times per day increments اي زيادة فيه او اي تعديل are delivered to customers every two weeks يعني كل اسبوعين ها بندل ايه ها بندل version مين ها للكاستومر زيادة بتاعت ال version للكاستومر طيب all tests must be run for every build and the build is only accepted if tests are successfully as the tests run successfully ده معانا ايه يا جماعة معانا ان كل ده الامكانيات ديات ان حتى الاختبار ها لازم يتم تنفيذه على كل version بيطلع بنسمي كل build كل version بيطلع عشان نتأكد ان هو ايه سليم طيب يا جماعة هل ممكن نشوف العملية ديات بالرسم اه تعال نشوفها مع بعض كده بنقول ايه بنقول اول مرحلة بنعمل ايه select user stories for this release اه تعالي دي مهمة جدا نازم نشرحها سوا ايه يا بقى بيقولك ايه بيقولك انت دلوقتي بتعمل ايه versions برمجة متزايدة مش كده اه بطلع version طيب علشان انفذ كلامي صح وانفذ الصوفتور بتاعي صح بقسم التسك بتاعت او مهمي لايه لستوريز استوريز عن ايه احنا استوريز كده بالعرب عن قصة مقصود بها ايه جزء من البرنامج معاي يعني مثلا البرنامج عنده مثلا اربع مهام اقسمها على اربع مراحل كل مرحلة او كل بلد بيقوم بايه بمرحلة معينة معاي جماعة طوفي الاخر اجمع الاربع مراحل دول شوف اجمع انتجريت بقى ايه ايوا بكامل كل المراحل دول عشان احصل على ايه على البرنامج بتاعي معاي جماعة فاذا لما جابني بقى 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 على موضوع حاجة اسمها ستوري قصة او جزء من البرنامج تمام عشان ايه انهيف الاول اذا بعمل حاجة اسمها سيليكت ستوريز فور زيز ريليز وبريك داون ستوريز فور تو تاسكس يعني حتى الستوري لوحدة ممكن تتقسم لعدد من التاسكات البسيطة وبيعمل ايه بقى؟ 재وان وريليز بخطة انهي الجزء دا القصة اللي اي خبنيه وبعد كده ا baptقى ا على البرنامج write barbine uhalah بعد كده بعمل ريليز للسوفتوير وبعد كده بعمل ايه؟ ريليز للسوفتوير معناها اطلوك وخلاص وبعد كده بعمل افليويت للسيستم وتقييم شامل للنظام اللي أنا بديته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته